خلينا أقول لحضراتكم وده خبر يهم كل الأهلوية النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا بين مجلس إدارة شركة الأهلي إنتاج الإعلامي ومجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف خلينا أقول لحضراتكم طبعا أهم مجاة ومصادر عن هذا الاجتماع طبعا في إطار الاجتماع المشترك بين مجلس إدارة شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي ومجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف اتفق على أن الهدف الأسمى للقناة في بث الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالنادي الأهلي والتعريف برموزه ونجومه وتاريخه وإداراته بما يعمق الرسالة التربوية والمسئولية الرائدة التي يتحملها النادي الأهلي تجاه الوطن ويزيد من تواصله مع الجماهير العاشقة للرياضة بصفة عامة وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة عبر عرض الحقائق التي تتفق وقيم الوطن والرياضة والنادي الأهلي سواء كان ذلك في مصر أو خارجها أو على مستوى العالم واتفق أنه في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاقد القائم بينهما العمل من خلال النقاط التالية واحد تنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس الأمانية وتغطية كل أنشطة مجلس إدارة النادي الأهلي وحج بما يقرره المجلس وعدم الحديث باسم مجلس إدارة النادي الأهلي إلا من خلال المتحدثين الرسميين للنادي كل في إطار اختصاصه الرجوع إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لإنتاج الإعلامي حال الرغبة في الاشتراك في تقديم أي محتوى أو المساهمة في أحداث أعلامية ويكون في ضوء سياسات النادي الأهلي والعقود المنظمة للعلاقات الاستراتيجية بين الشركتين ثلاثة التزام جميع العاملين بالقناة باتباع سياسات المعتمدة من مجلس الأمانية وفي حالة ارتكاب أي تجاوز من أي فرد سوف يخضع للإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن أربعة توضيح كافة الحقائق للمشاهدين وجماهير النادي الأهلي عبر المنصات الإعلامية المملوكة للنادي الأهلي فيما يتم من تجاوز أو ادعاءات وفق السياسات المعتمدة من مجلس الأمانية ودون تجاوز أي من القوانين واللوائح المنظمة للشأن الإعلامي والرياض يؤكد النادي الأهلي في نهاية الاجتماع أنه لم يحد تجاوز في حق أي من المؤسسات أو الأفراد ويتخذ كافة السبل والأطر القانونية التي تكفلها القوانين واللوائح المنظمة للشأن الإعلامي ورياضي حالة أي تجاوزات من مؤسسات أو أفراد تجاه النادي الأهلي وفق القيم الوطنية وقيم القيم الرياضية وقيم النادي الأهلي طبعا القطاط اللي حضراتكم شايفينها دي القطاط على هامش الاجتماع جامعة طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهند السيفي الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات العميد محمد مرجان طبعا ناب رئيس مجلس الإدارة طبعا عضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كلهم في الصورة يعني مشاعر الود اللي حضراتكم شايفينها حقيقة الاتفاق على السوابت واضح مصلحة النادي الاهلي هي المنهج وهي المحرك الاساسي لكل العاملين في المنظومة مش بس باتكلم على قناة النادي الاهلي لكن باتكلم على كل المنظومة ككل واعتقد كل واحد عارف دوره كويس جدا ويقدر يشتغل الاهلي الحقيقة لما بيتكلم سواء في شركاته المختلفة دايما بيتكلم على مستوى مجموعة رائعة الحقيقة من الكفاءات القادرة على انها تدير المنظومة المسؤولة عنها بكل كفاءة واقتدار وده يمكن اللي تم التأكيد عليه في اجتماع النهاردة